اهلا بكم مشاهدين وبرنامج ملفات نبدأه بالملف العراقي حيث اخفق التحالف الوطني الشيعي العراقي خلال اجتماع لقادته مساء امس الجمعة في تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وذلك بسبب رفض رئيس الحكومة الحالية نور المالك التنازل عن الترشح لولاية ثالثة في المقابل اكد المجلس الاعلى الاسلامي احد مكونات التحالف الرئيسية ان التعنت المالكي سيقود الى مشاكل اكبر في العراق اخفاق اخر يسجله التحالف الوطني في تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد اجتماع ضم قياداته خلص الى توصية بتعجيل اختيار الرئاسة الثلاث لا اكثر تناقض واضح بين هدف الاجتماع الذي اخفق قادة التحالف في تحقيقه وهو اختيار مرشح لرئاسة الحكومة وفق نظام المحاصصة الذي منح الشيعة منصب رئاسة الوزراء وبيان الاجتماع الذي يدعو الى التعجيل باختيار الرئاسات الثلاث وهذا ما يؤكد عمق الخلاف داخل مكونات التحالف الوطني سببه الرئيس تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالترشح لولاية ثالثة رغم معارضة حلفائه ومطالب المرجعية الدينية بالتغيير وتشكيل حكومة تحظى بقبول الاغلبية لا بد من وجود مشروع متكامل الحل السياسي هو الان يعتبر الميزان الحقيقي اللي من خلال من الممكن انهاء الخلافات الرئيسة من الممكن انهاء مشكلة وجود المجموعات المسلحة في الموصل وتكريت والانبار المجلس الاعلى الاسلامي وهو احد المكونات الرئيسة في التحالف الوطني اكد ان اصرار المالكي وتعنته على الترشح لولاية ثالثة رغم حجم المعارضة السياسية وعدم امتثاله لمطالب المرجعية الدينية سيخلق مشكلة كبيرة تعرقل تشكيل الحكومة على المدى المنظور ودع المجلس المالكي الى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة وتولي منصب اخر تمسك السيد المالكي بهذا الموضوع بعيدا عن التوافق وحتى الفضاءات الوطنية نعتقد انها ستفاقم الازمة السياسية في العراق سيما ونحن امام استحقاقات دستورية ممثلة باجاد مرشحين وحتى خارطة سياسية للعراق وينافس المالكي على رئاسة الحكومة المقبلة شخصيتان تنتميان الى المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي الذي يحظى بقبول جميع الاطراف مع رفض ايراني واحمد الشلبي الذي يواجه اعتراضات من قبل بعض الاطراف واذا ما اخفقت الكتل السياسية في تسمية مرشحين للرئاسات الثلاث قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة فانهم سيكونون امام خرق للدستور الذي يحتم على الكتل السياسية تسمية مرشحين منذ جلسة الاولى احمد فاضل الغدو العربي بغداد ولمناقشة هذا الملف ينضم الينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي راعد عبد الكريم اهلا ومرحبا بك بداية نسأل هنا سيد راعد هل نستطيع الحديث اليوم عن انقسام داخل التحالف الوطني؟ بالتأكيد المرحلة التي نعيشها افرزت انقسامات في الجانب الشيع وفي الجانب السني يعني هناك الجانب الشيعي الان لم يتفق على رئيس الوزراء والجانب السني الايضا لم يتفق على رئيس مجلس النواب وهذه المسألة تدفعنا الى قضية واقعية الان نحن نعيشها الانتخابات التي حصلت الاخيرة لم تكشف لنا لا عن وجوه جديدة ولا عن خارطة طريق جديدة للسياسة العراقية ولا هناك ايضا يعني منهج ممكن ان يراه الجمهور الشارع دائما يقول ما سوف يحصل بعد الانتخابات هو تأخير في تشكيل الحكومة وسراعات وهذه انقسامات انشطرت الان داخل البيوت الشيعية والسنية السياسية نعم ولكن رغم كل هذه الخلافات الا ان التحالف استطاع ان يكون اكبر كتلة برلمانية بمئة وثمانين مقعد نعم نلاحظ يعني التيار الاحرار الان هو رافض لتولي سيد المالك الولاية الثالثة ولكنه بنفس الوقت يغازل الجهات الاخرى ولكنه لا ينظم اليها يعني هي الخلاف داخل البيت الواحد دون الخروج وفتح اي نافذة على الاخرين سوف يعطل ماكنة الحكومة وتشكيلها من جديد يعني التيار الاحرار الان لو يريد ان ينظم الي الجهات الاخرى ولكن هنا يدخل الطرف المذهبي والبيت الشيعي لا ينفرض مهما اختلفوا ولكنه يؤخر العمل السياسي وكما اسلفت ايضا البيت السني اذا كانت يعني هكذا هناك لهم يعني مرجعية ثابتة مثل الشيعة فانهم يؤخرون بعدم اختيارهم لرئيس مجلس النواب واختلافهم طب اذا هو تحالف على ماذا بمئة وثمانين مقعد داخل البرلمان هو يعني التحالفات في العراق اصبحت طائفية بامتياز بسبب من المحاصصة يعني ما زلنا نفكر رئيس الجمهورية للأكراد رئيس الوزراء للشيعة رئيس مجلس النواب للسنة نواب من الأكراد ومن السنة لرئيس مجلس النواب وهناك يعني نائب رئيس وزراء من السنة او من الكرد او قد يكون هناك تبدل قد يكون هناك نائب رئيس وزراء كما هو مطروح بالتسريبات ايضا شيعي إذن هو هذا السبب الرئيسي الذي يجعل الكتل تخندق في بيت واحد ولكن دون إيجاد حلول سريعة يعني يفترض من التحالف الوطني أن يجتمع وبصراحة يقول أن نظامنا الداخلي يفعل كذا وكذا ونستطيع أن نرشح رئيس الوزراء خلال ساعة كما صرحوا اليوم والأكراد يقولون رشحوا رئيس الوزراء ابقى معنا سيد رعد حول هذه الردود أو ردود الأفعال تباينت الشارع العراقي بشأن تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالولاية الثالثة بين معارض لتوجه المالكي ومؤيد له بينما حذر البعض من أن الجمود السياسي سيدفع بالبلاد إلى كارفة أمنية قد تؤدي إلى تقسيم العراق نتابع هذا التقرير ونعود إلى إكمال هذا النقاش عشر سنوات كل شيء ما قدم للشعب العراقي يعني اغتيالات وطائفية وانهيار أمني ووضع أمني متدهور إضافة إلى الانفجارات كلمات لخصت ولايتين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجاءت بعد ساعة من تمسكه بالولاية الثالثة تمسك وصفه بأنه حفاظا على أصوات الناخبين وفي مقابل الأصوات الداعية برحيل المالكي تبرز وجهة نظر أخرى تتمسك بالمالكي وتروج لولايته الثالثة متذرعة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة الشعب هو الاختار رئيس الوزراء لكون انه نزيه وقدم شيء بما يحتاج المواطن العراقي لكن أغم هناك التعثرات اللي أصبحت لكن هناك أجندة خارجية هناك من يحاول أرقلت هذه الأمور لأننا بلد ديمقراطي لابد أن الكل تعترف بالصوت الناخب ومع توالي الأيام تزداد مخاوف الشارع العراقي من تفاقم الأوضاع الأمنية يدعمه الجمود السياسي الذي يروح مكانه مخاوف يبدو أنها بدأت تقلق العراقيين وتنظر بكارثة محدقة بالبلاد كما يقول البعض بدأت الآن وسبب هذه الحربة صارت وسبب ما جرأ بالعراق بسبب تشبث السيد المالك بالسلطة يجب أن يكون السيد المالك ينظر إلى مصرحة البلد العليا ينظر إلى مصارح الشخصية فأحتقد الولايات ثلاثة كارثة على العراق فحسنا فعلا نجيه عندما استقال فيجب أن يكون عندنا ثقافة التدول السلمي والسلطة غير هاي ما يصير لأن بالحاجة إلى العراق بحاجة إلى استقرار وبالرغم من معارضة الشارع العراقي تتعالى أصوات المكونات السياسية المشاركة في العملية والمطالبة بالتغيير والتداول السلمي للسلطة مطالب تدعمها دعوات المرجعية الشيعية التي دعت إلى حكومة تحظى بقبول وطني واسع إلا أن مواقف المالك الحاسمة في شأن ترشحه للولاية الثالثة باتت بيضة القبان في حسم الأمور السياسيان لتبقي معها الوضع الأمني معلقا إلى إشعار آخر تستغل الأحداث التي جرت وبالعودة إلى ضيفي من بغداد سيد رعد عبد الكريم الكاتب والمحلل السياسي استمعت إلى أراء وتباين أراء العراقيين حول ترشح المالكي ولكن هناك كان حديث أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ربط سحب ترشح المالكي لرئاسة الوزراء بسحب ترشيح أسامة أنجيف لرئاسة البرلمان الآن انسحب لنجيفي لماذا لم ينسحب المالكي؟ بعد أن انسحب السيد النجيفي المالكي في بيانه قال نحن لم نتفق على هذه المسألة وبقيت هذه المسألة تحت السطح غير واضحة يعني لم يكن هناك رد ثاني من السيد النجيفي على هذه القضية ولكن على ايتي حال يعني لو تسمح لي بالرجوع إلى أيام صولة الفرسان حينما لمعت صورة المالكي وقال سوف أقضي على الميليشيات ولكنه بالمقابل حينما أصبح هناك شبه استقرار أمني تخلى عن الصحوات هذا ولد عدم ثقة وبالتالي يعني تغيير الوجوه وتغيير السياسات في العراق ضرورية بقاء المالكي سيبقى المحاصصة كما هي لأنه حينما يصر على ترشيح نفسه أيضا الأكراد سوف يكون مصرين والجهات الأخرى تبقى مصررة وتبقى عدم الثقة يعني مساحة عدم الثقة تتسع الآن طيب هل نتوقع رد فعل من الطائفة الشيعية على المستوى الشعبي وهناك طوائف أو ميليشيات شيعية مسلحة أيضا هل نتوقع ربما انتفاضة مضادة ضد المالكي لا أعتقد يعني المسألة الآن تنحصر في الطائفة الطائفة تنقاد إلى مرجعية معينة مرجعية الكتلة مرجعية الشرق يعيش تأليه الأشخاص الآن نحن لا نقول إلا بحكومة المالكي كتلة المالكي نقول أسامة النجيفي نقول برزاني ولا نقول الكتلة ولا نتكلم عن منهج سيد رعب سؤال الأخير هنا سؤال الأخير أعتذر ولكن بسبب ضيق الوقت وباختصار إذا سمحت بعد ثلاث أيام هناك جلسة ثانية للبرلمان العراقي لترشح الرؤساء الثلاث هل نتوقع ربما حسب بترشح الرؤساء الثلاث في البرلمان في الجلسة القادمة بعد ثلاثة أيام أخ جياب لو تسمح لي يعني أصيغ سؤالك بطريقة أخرى هل نتوقع أن تكون هناك جلسة أصلا هم اتفقوا إذا اتفقنا وإذا صلح الحال ممكن أن تكون هناك جلسة يعني هذا الأسبوع هو أسبوع يعني نقول بالعراق تعال باتر ما بي شيء محدد يعني تعال غدا وقد يحصل أو لا يحصل يعني لا تتوقع حتى حنوث جلسة من أساسه حتى الاختيار الرؤساء بتأكيد دعمات تفقوا وممكن ما تكون جلسة أصلا شكرا جزيلا سيد راعد عبد الكريم الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من بغداد ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وفيه بعد الفاصل البغداد يدعو إلى طاعته في أول ظهور علني لهو بغداد تؤكد أن من ظهر في الفيديو رجل مزيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر